موسيقى بتعليمات ملكية سامية اطلقت مؤسسة محمد الخامس لتضامن نسخة 2023 من عملية مرحبة لاستقبال المغاربة المقيمة بالخارج وذلك ابتداء من اليوم الخامس من يونيو ولغاية الخامس عشر من شهر شتنبر المقبل هذه العملية الإنسانية الفريدة ستجمع على مدى ثلاثة أشهر ونصف الملايين من مغاربة العالم مع وطنهم الأم ومن أجل عبور آمن وسلس من ديار المهجر إلى وطنهم المغرب تقوم مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي تساهم في تنفيذ وتنسيق هذه العملية مع باقي المتدخلين تقوم بتشغيل 24 فضاء لاستقبال داخل المغرب وفي الخارج لاستقبال ومواكبة أفراد الجالية المقيمين بالخارج خلال العبور وكذا الرجوع من وإلى المغرب طيلة فترة العملية وحسب بلاغ صدر عن المؤسسة تم تشغيل 18 فضاء للاستقبال بكل من موانئ طنجة المتوسط طنجة المدينة الحسيمة والناظور وبمعابر باب سبتة وباب مليليا وبمطارات الدار البيضاء محمد الخامس والرباطسلة وجد أنجاد أقادير المسيرة فاس سايس مراكش المنارة وطنجة ابن بطوطة وكذلك بباحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزغين وسمير المضيق أما خارج التراب الوطني فتتواجد مراكز لاستقبال الستة على مستوى الموانئ الأوروبية ألميريا الجزيرة الخضراء موتريل سيت مارسيليا وجنوة وستقوم أطر مؤسسة محمد الخامس للتضامن وعددهم يفوق 1400 شخص بتقديم خدمات المساعدة الاجتماعية والطبية المعتادة على مستوى مراكز الاستقبال التابعة لعملية مرحبة داخل وخارج التراب الوطني معززة بوجود المساعدات الاجتماعية على متن السفن خلال المسافات الطويلة مثل ما تم خلال النسختين الأخرتين أهلا ومرحبا بكم مغاربة العالم في وطنكم مرحبا وأهلا بكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام في هذا العدد الجديد من ملف خاص وفيه سنضع هذا التنقل الإنساني الفريد من نوعه تحت المجهر لتقريبكم من عملية تربط بين مواطن مغربي يعيش في المهجر ويصل الرحمة مع وطنه وأهله وخلانه في وفاء متين لا تلغيه حدود الجغرافية ولا حتى تقلبات الزمن يحضر معي في الستوديوات دكتور إدريس العيساوي المحلل السياسي والاقتصادي أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا شكرا نرحب موصول أيضا بالخبير المالي والاقتصادي السي محمد جدري أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا إذن قبل أن نخوض في نوعية العملية أو حتى في الإجراءات التي تعكف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن وفقا للتعليمات الملكية السامية ماذا تمثل هذه الأكبر عملية التنقل على ما أعتقد على وجه الأرض في فترة زمنية معينة ما بين قارات العالم وقد نقول بشكل أكبر القارة الأوروبية والمملكة المغربية لا يحدث أن يتنقل ثلاثة ملايين من مجموعة من البلدان صوب بلد واحد سنويا تقريبا على رغم من كل الظروف التي تتغير وعلى رغم حتى من الأجيال التي ربما وصلنا للجيل الثالث أو الرابع اليوم في القارة الأوروبية هذه من حسنات هذا النظام النظام الملكي المغربي الذي دأب الملك محمد السادس على إعطاء طابع خاص للاهتمام بمجموعة من المواطنات والمواطنين هنا نتحدث عن مواطني المغاربة العالم والذين خصص لهم الكثير من الأعمال ليظهر لهم جاليا لهم وزارة عندهم وزارة هي وزارة خارجية الآن يعني رصت في آخر المطاف بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون هذه القضية دي العمال المقيمين بالخارج لكن هي مؤسسة قائمة بذاتها هناك أطر اشتغلت وتعرف كيف تدبر أمور المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج تحدثت عن فعلا تاريخيا أوروبا هي المكان الذي يتواجد فيه أكبر عدد من المغاربة صراحة إذا هناك مثلا أبحاث تم القيام بها تكلمت عن فرنسا عن إيطاليا عن إسبانيا إلى آخره ولكن هناك كذلك مناطق أخرى مهمة كالشرق الأوسط كالشرق الأوسط كين عندك كندا عندك أمريكا وكلها وكلها مناطق يعني تختزنوا طاقات كبيرة من المغاربة الذين يقيمون هناك ولهم الرغبة والحب الكبير للحضور إلى هذا الوطن للمساهمة فيه خلينا نعطيك رقم واحد رقم المعاملات الذي يأتي من تحويلات التي يقوم بها المغاربة المقيمين بالخارج فهو في المرتبة الثانية بعد المحاصيل التي تأتي من السياحة مثلا أو تجارة تصدير السيارات أو تصدير السيارات هذه مسألة ليست بسهلة بل هذا ماذا يعني؟ يعني بأن المغاربة المقيمين بالخارج يتعاملون مع وجوههم في أراضي المهجر ليس للابتعاد عن هذا الوطن بل للاقتراب منه بشكل آخر متى أتيحت لهم الفرصة ربما دكتور العساء دائما دائما أعتقد بأنه حد الآن بان على أنه المغاربة ما اتضح أن المغاربة المقيمين بالعالم بالعالم بالصفات عامة يساهمونها بشكل فعال في تنمية هذا البلد صحيح ويساهمون بكل المبادرات الممكنة سنتطرق للأثر الذي يتركه مغاربة العالم على مستويات عدة اقتصادية وغير ذلك ولكن هي بمثابة فرصة لإثبات هذا التعلق بالوطن وإن أبعدتهم المسافات حتى كانت الأقدار ربما بالنسبة للبعض أن هاجروا ذات يوم ورحلوا بحثا عن دراسة ربما ولقمة العيش أو فرص عمل أو أمور كثيرة جدا تدفع للهجرة هذا النشاط الإنساني البشري الذي وجد منذ أن وجد الإنسان على وجه الكرة الأرضية ولكن هنا أين يعني يكمن التفرد المغربي قل لي أي جالية أجنبية تعود من كل دول العالم بالملايين سنويا سنويا لا أعتقد ولكن إن كان ذلك بالفعل يحدث له جانب إنساني ولكن قد نقول بأن أيضا المملكة المغربية هذه الواحة الجميلة من الاستقرار والتنمية التي تتغير ساعة بعد ساعة ويوم بعد يوم وسنة بعد سنة هي أيضا عامل جذب واستقطاب لكي يأتي مغربي بدلا من أن يذهب إلى ميامي ليقضي عطلته أو إلى جزر المالدي في أن يجد في وطني ذلك الحضن الجميل الذي بإمكانه أن يقضي فيه عطلته الصيفية السيجدري لا بطبيعة الحال هو عملية مرحبة بصفة خاصة والمهاجرين المغربة مقيمين بلخايا بصفة عامة يشكلون واحد ظاهرة التي هي استثنائية لأنه لا يظن أن هناك شيئا في العالم التي يأتي المهاجرين لها كل سنة بالملايين بالملايين ويأتي كل سنة هذا أمر ناذر الحدوث أكثر من ذلك هو أنهم يأتيوا عبر طائرات يعني ممكن في دول أخرى يأتيوا عبر الطائرات هنا يعدنا واحد العملية فريدة وأن الملايين من الأشخاص يأتيوا في لود الصيف من شمال أوروبا نحو أوروبا نحو الأنمك المغربية وفي نهاية الصيف يرجعوا البلدين كنت تكلم أصلا عن إسبانيا عن إيطاليا عن بلتوغال عن فرنسا على ألمانيا عن مجموعة من الدول إنجلتيرا كذلك مجموعة من الدول وبالتالي الأمر الأول هو أن هذه المغربة المقاملة بالخارج يتشبتونها بملكة المغربية أنهم كل سنة يأتيوا هنا ويأخذوا العطل لهم كما تفضلت أنهم يعني مثلا يمشون إلى تركيا أو يمشون إلى مصر أو يمشون إلى شمال أوروبا أو حتى إلى دول أمريكية ممكن أن يمشون لها كيف يفضلوا أنهم يجلوا إلى الملكة المغربية للسيطة الرحيم مع الملكة المغربية مع المحباب دراجة أساسية ولكن كذلك في المقابل كذلك لا يوجدونها في العالم التي تتنظم كل سنة عملية فقط مخصصة لمغربة العالم وهي المملكة المغربية عن طريق مؤسسة محمد خامس وعن مؤسسة أخرى التي تقوم بالعملية تسهل لهم واحد من جموعة المأمورية اليوم اللي هو جديد ويأكدوا عليها مرات أخرى هو أن حتى الرقمانة وصلت إلى استقبال مغربة العالم إلى الخارج اليوم ما عدنا حتى تطبيق الجبال لجبالك المغربية لأن اليوم واحد المهاجر المغربية يكفي أنه يسجل البطاقة للسيارات وتقرمها للسيارات ووحد نسخة بطاقة للجواء السطر والأمور تمر بثلاثة حتى أن هذا الحاجز الذي يكون عن الجمالك يفتح بشكل تلقائي كيفما عدنا اليوم في طرق السيارة وهذا الأمر لا يوجد دول أخرى يبينها التقة لكن ما بين المهاجرين المقامين بالخارج وما بين المهاجر المغربية لأنك ترحب بهم دائما كترحب بهم وكتقول لهم تتحليم الأبواب لأنهم يجيب كل سنة جميل واليوم من التسهيلات التي أصبحت تعكف عليها مؤسس محمد الخامس للتضامن من أجل تيسير عملية التنقل صوب المملكة المغربية والأرقام الهواتف تطبيق مرحبة أيضا الموظفين والأطر الذين يتواجدون على مستوى السفن 1400 وما يزيد موظفين يتواجدون على متن السفن التي تأتي من موانئ أوروبية من ست من جنوة ومن غيرها ويتم طباعة جوازات سفر المواطنين المغربة أثناء الرحلة لتسهيل عملية الخروج من الموانئ هناك أجهزة متداخلة هناك فضاءات للاستقبال التي نجدها في مجموعة من المحطات سواء على المستوى الداخلي أو حتى على المستوى الخارجي يعني يمكن أن نتحدث عن أكثر من 24 فضاء استقبال ما بين داخلي 18.6 على مستوى الخارج لا ننسى أن هناك أطراف متداخلة هي المصالح القنصلية رجال الجمارك الدرك الملكي مجموعة من الأطراف التي تحاول إنجاح هذه العملية والتي تحظى برعاية ملكية سامية وباهتمام ملكي كان حاضرا في مجموعة من التوجيهات وأيضا من الرؤى التي يتم تنزيلها اليوم على أرض الواقع سلعي ساوي هو أنا قلت لك أنه هذه من حسنات هذا الوطن صراحة أنا لا أبالغ في ذلك لأنه لما نرى بأن ملك البلاد يأخذ بعين الاعتبار هو الذي يأخذ المبادرة هو الذي يقول هو الذي يقول بأنه مغاربة العالم عليهم أن يكونوا حاضرين كمخترعين كمواطنين كمساهمين إلى آخره فابتالي لا يمكن أن نتناساهم ولا يمكن أن نتعامل معهم بغير هذه الأهمية إننا ننظر لما يكون الملك محمد السادس يهتم بمضاعين من هذا القبيل فهو يعطيه كل أهمية والضرورة ليقوم الجميع بمسؤوليته في هذا المجال وهذه مسألة ماشي سهلة لنا لماذا فالآن نرى بأن مغاربة العالم يحرصون سنوياً على أن يرجعوا إلى الوطن لاستعمال كل المؤهلات التي هي لديهم إذا كانوا مستثمرين إذا كانوا موظفين صحيح إذا كيف ما كان حالهم هذه التسهيلات أيضاً إن سماحت دكتور يعني خاصة أن اليوم نحن نتحدث عن أسر أسرة بأكملها تأتي وحين يكون هناك أطفال أو شباب وهنا نتحدث بواقعية يعني لا نتحدث من أجل التنظير لا سمح الله يأتي شاب يعيش في أوروبا يعرف الإجراءات المرقمنة يعرف سهولة كيف تعمل شئكين في مطار وكيف تخرج وكيف تلقى الباجاج ديالك في دقائق معدودة يعرف كل هذا التطور في مناحي الحياة التي الآلة خدمت تطور الإنسان في تعامله توسعة المطارات والبنى التحتية والموانئ وغير ذلك ومع كل الاحترام للغرب الذي تقدم يأتي هذا المواطن فيجد مطار ابن بطوطة ياسل يميل يجد مطار مراكش المنارة بتحفة معمارية وبتسهيلات وإلى غير ذلك يجد ميناء طانشا المتوسط مطار فاسا يعني هذه الرمزية تطور البنى التحتية أيضا وكأنك مرآة عاكسة لمغرب جديد ينحكس على فكر وعقل وقلب الأجيال المغربية التي تأتي مع أسر مغاربة العالم عليك أن ترى صديقي المغاربة القادمين من جميع أماكن العالم لما يحضرون إلى مدينة طنجمة في أيام الصيف كيف يتعاملون جحافل من المواطنات والمواطنين يذهبون إلى البحر يذهبون إلى الملاهي يتعاملون بحضارة كبيرة وبوحد القوة ديال الحب وديالتمثل لحضور لهذا الوطن هذه مسألة لا يمكن لأي أحد أن ينكرها أنا أعتقد بأن المغاربة اللي هما مقيمين في الخارج كانوا دائما لا ننسى شيء مهم جدا لأن هناك جمعيات كثيرة اشتغلت في مدة معينة وما زالت اليوم تشتغل وتتكلفوا بالتربية بالتكوين بكذا بكذا وما زالت قائمة دات ويتم تتم مساعدتها من مداخل ومن أموال الشعب المغربي تقوم لهم بكل المصالح التي هي تخدمهم فأنا أعتقد علينا أن لا ننسى ذلك لأننا هؤلاء المغاربة هم المستقبل الذي علينا أن ننظر به يعني مستقبلنا نحن صحيح فهذا الشباب الذين نتكلم عنهم فهما مستثمرين هما مختارعين ويأتون باختراعاتهم إلى أين إلى هذا الوطن الحبيب إلى هذا الوطن الجميل أعتقد بأن عملية مرحبة أعتقد من اخترع الاسم أعتقد بأنه وجد اسما صالحا لكل زمن وكافيا ويلخص هذه العملية بالفعل ويعني مغاربة العالم مرحبون بهم في وطنهم ولنعود لأننا لا نملك الأرقام لحد الساعة والنسخة بدأت للتو وسنشاهد تقرير خاص عنها في الجزء الثاني من الملف خاص ولكن فقط السنة الماضية سي جدري التي كانت سنة استثنائية يعني ما بعد جائحة كورونا ما بعد انقطاع إجباري حدث بسبب الجائحة وغلق الحدود إلى غير ذلك أكثر من ثلاثة ملايين وثمانين ألف دخلوا ثلث ما تستقبله المملكة تقريبا من سياح سنويا فتخيل معي أن يتم تنظيم هذه العملية بإحكام بإتقان أن يستفيد أكثر من ثمانية عشر ألف مثلا من مساعدات صحية وآلاف يستفيدون من مساعدات إذارية وآخرون يكتشفون كيف يمكن لهم أن يستثمروا أو يقوموا بعمليات تجارية أو اقتصادية داخل المملكة المغربية ولا ننسى بأنه كان القيشي أونيك وما زال واليوم المراكز الجهوية الاستثمار إذن اليوم نحن نتحدث عن منظومة متكاملة بلغة الأرقام هل نتوقع أن تكون الزيادة هذه السنة لأننا الحمد لله انفراجة صحية وأمور كثيرة جدا وحتى التعافي من الأزمة الاقتصادية التي أثقلت كاهلة الأسر في كل أنحاء العالم الأمور فيها اقتصاديا تغيرت نوعا صحيح أنا كنتظن بأن المغربة العالم أعتقد بأن هذه السنة تكون سنة استثنائية مقاتل مع السنة الماضية لأن السنة الماضية وكانت أول سنة بعد الجائحة وكانت مزاعدنا وحد الخيوط الاحترازية كانت بذلك لم يخرجنا كاملا من الجائحة اليوم يعني اليوم الجائحة حاولت يمر من مور ظهرنا هذا الأمر هو أساسي وكل الأمر آخر هو أن حتى الموجة الدخومية لكن على مستوي على مدى أتقل شيئا ما وبالتالي حتى القدرات اشترائية للمواطنين المغرب المقيمين من الخارج يعني تحسنت مقاتل مع السنة الماضية نظن بأن هذه السنة إذا لم يكن الرقم بحل السنة الماضية يعني يتجوز وحتل الماليين المغربية دخول وخروجا من الملكة المغربية أعتقد بأن يمكن أن يكون أكثر من الرقم هذا شيء أخر لا يجب أن نسوه وهذا أمر مهم جدا وهو أن العكس جميع التوقعات يعني السنة الماضية مغربة العالم يعني تجاوزوا الحاجز المئة مليار درهم كتحويات المغربة المقيمة بخاج وهذه السنة هذه فقط في خمسة أشهر الأولى تجاوزنا خمسة ثلاثة مليار وبالتالي نحن غاديين واحد مما بين مئة وخمسة ومئة وعشرة الساهم في تضام العائلي الساهم في الدخار بسيطة للأبناء المغربية لا يمكن إلا أن نجند الآلاف من الأشخاص لأنهم يدخلوا في دول سري المغربية وكذلك أنهم يخرجوا منه لأن اليوم مني ندعو على 3 من الأشخاص الذين مروا بدون حادث بدون أمور أخرى بدون قلاق أو شي حاجة هذا الأمر هذا يجب أحد دولة أخرى ولكن لا تنسى الاستعدادات تبدأ أشهر والتنسيق لا يقتصر فقط على السلطات المغربية حتى في سلطات أجنبية إستانيا وفرنسا وبلجيكا ومصالح القنصلية بشيء يذكر هناك قنصليات تعمل من أجل تسهيل الأمور والأوراق الإدارية لغير ذلك فهي منظومة متكاملة بكل طبيعي ونحن نشوف قد جزء وشو تنبير ولكن العمليات ممتدة طول السنة ترتيبات وأنك تحزل البواخير وتوجد الموانئ ويوجد الحجوز مع مجموعة من الزباق التركية على المستوى العالمي وهذا التكوين للأطور والأعوال التي تتقام على طول السنة وتوفر الموائد المالية المؤسسة لكل أمور تقريبا أنها تصوب على طول السنة ولكن هذا يبقى أقل بلان جائحة في 2022 يعني قاموا كثير وبالتالي أقل ما يمكن أن نردوا لهم وأنهم يرجعوا لبلاد لهم في حال الظروف التي هي مزيانة ومريحة خصوصا أن هذه العملية هي من المرات القليلة التي تكون رئاسة الفعلية لها لصاحب جلالها مجموعة من الأمور هي الرئاسة الفعلية تكون لصاحب جلالها إشراف مباشر على العملية دولة تجعل لأنها كتكون مرفوح الظروف لها وكتنجح مرور المغاربة ملك البلاد ومن يعطي تعليماته للانطلاقة الفعلية والرسمية لها فيما يخص هذه العملية قلنا بأنها متشعبة وهي منظومة عمل بكل ما تحمل الكلمة ولم ننسى أنها خارطة الطريق الموقع في 7 أبريل مع إسبانيا والتطور في العلاقات الذي حدث وأعاد عملية مرحبا عبر الموانئ هي عامل مؤثر اليوم هناك تنسيق ما بين المغرب وإسبانيا ثلاث موانئ عندنا الميريا الجزيرة الخضراء وموتريل يعني إسبانيا معنية أكثر من غيرها ربما بعملية مرحبا واقتصاد الجنوب الإسباني كله ينتعش بسبب هذه العملية هنا نتحدث عن العلاقات الدولية وكيف يمكن أن تنعكس حتى على الجانب الإنساني اجتماعي اقتصادي ثقافي ما بين الجيران آخر في شمال المتوسط وآخر في جنوبه وبالتالي بالفعل ربط حتى ما بين قارتين وليس فقط عودة لملايين من ديار المهجر أنا أقدر بأن مثلا الجار إسباني ينظر إلى المغرب بنظرة احترام بنظرة تقدير إنه هذا الوضع الذي يعيش فيه المغاربة كمهاجرين وهم آتون من ديار الإسبانية أعتقد بأن الأمر تغير بشكل كبير خصوصا وأن نقط الالتقاء تبدأ عندهم في إسبانيا مع شابات مغريبيات مع رجال ونساء وشباب مغاربة يأتون هناك ويعيشون مع المواطنين للمغاربة ويمدون يد العون للمغاربة الذين يريدون أن يحضروا إلى بلدانهم فأعتقد بأن هذه الدول الأوروبية والعلاقات الدولية تلعب أدوارا مهمة جدا فيما يتعلق بتيسير تحول هذه الجحافل من المواطنات المواطنين لتحضر إلى بلدها لما تأتي إلى المغرب تأتي بماذا؟ تأتي بأفكار تأتي بتصور تأتي بمشاريع ولكن لا يمكنها أن تأتي من هذه البلدان إلا وهي مقتنعة بأن المغرب هو بلدهم الأصلي بأن المغرب هو وطن الحبيب هو الذي يمكن أن نخلد فيه إلى الراحة والسجمام وكذلك لنهيئ جزء آخر من حياتنا كمهاجرين وكمواطنين صحيح وأيضا ربما نقول بأن المملكة فيها أمور كثيرة جدا تشكل الاستثناء وأعتقد أن المغرب الاستثناء الذي لديه أكثر من خمسة مليون سفير فوق العادة في ديار المهجر لأن هؤلاء السفراء قد يكون في عالم كرة القدم في الفني في الابتكار في العلم في الخلقي في الإبداع بالعبقرية المغربية وترجمتها على أرض الواقع شكرا لك دكتور دريس العيساوي أهلا وسهلا المحلل السياسي والاقتصادي شكرا لكسي محمد جدري الخبير المالي والاقتصادي سنعود إليكم بالتأكيد في الجزء الثاني من الملف خاص لنواصل الحديث عن هذا الموضوع الشيق وهو انطلاق عملية مرحبة لسنة 2023 التي انطلقت اليوم ولكن الآن نعود وإياكم مشاهدين الكرام إلى سدوهاتنا المركزية هناك في طنجة مع الزميلة إيمان أغتان لمتابعة باقي فقرة هذه الفترة الأخبارية المسائية وفي تمام السابع ونصف نلقاكم مع الجزء الثاني تفضلوا بالبقاء معنا إذن أهلان ومرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام نحييكم ونقدم لكم الجزء الثاني من برنامج ملف خاص والحديث فيه عن عملية مرحبة الخاصة بسنة 2023 والتي انطلقت اليوم والتي ستعرف توافد الملايين من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالمهجر يحضر معي كما كان عليه الحال في الجزء الأول المحلل السياسي والاقتصادي سيدريستيساوي أهلا وسهلا شكرا كما يصرني أن أرحب من جديد بالأستاذ محمد جدري الخبير المالي والاقتصادي أهلا مرحبا بك أهلا وسهلا قبل أن نخوض في النقاش ألا تودون أن تشاهدوا كواليس انطلاق العملية نود تودون إذن التقرير سيكون للزميل محمد أريشي الذي تابع اليوم الأول من انطلاق عملية مرحبا ووفنا بهذا التقرير نتابع بتعليمات من العاهل المغربية الملك محمد السادس أطلقت مؤسسة محمد الخامس للتضامن نسخة 2023 من عملية مرحبا لاستقبال المغاربة المقيمة بالخارج ابتداء من الخامس يونيو وإلى غاية الخامس عشر من شتنبر حيث أن تنفيذ وتنسيق هذه العملية يتم مع مجموعة من المتدخلين فالمؤسسة قامت بتشغيل 24 فضاء للاستقبال داخل المغرب وبالخارج من أجل مواكبة أفراد الجالية المقيمين بالخارج خلال العبور والرجوع من وإلى المغرب طيلة فترة العملية الممتدة لثلاثة أشهر ونصف جاز هذه العملية مع شركائها بصورة جيدة عملت المؤسسة على تعبئة كل الفرقاء وكذلك مواردها وإمكاناتها اللوجستية والبشرية لإنجاز العملية بشكل جيد فبطبيعة الحال مع توفير ما يفوق 1400 أطقم وكوادر من مؤسسة ومساعدات اجتماعيات وأطقم طبية وشبه طبية هناك بطبيعة الحال تدخل وزارة الصحة تدخل السلطات المينائية وكذلك السلطات المطارات المختلفة عبر ربوع المملكة وتدخل كذلك السلطات المحلية لتكثف مجهوداتها وتنسقها لاستقبال مغاربة العالم بصورة لائقة ومواكبتهم عبر مختلف مراحل تنقلهم إلى أرض الوطن المؤسسة قامت بتشغيل 18 فضاء للاستقبال بكل من موانئي طنجة المتوسط طنجة المدينة الحسيمة والناظور وبمعابر باب سبتة وباب مليليا وبمطارات الدار البيضاء محمدين الخامس والرباط سلا ووجد أنجاد أجادير المسيرة فاسيس مراكش المنارة والطنجة بن بططة وكذلك بباحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزاغين واسمير المضيق ميناء طنجة المتوسط للمسافرين جاهز لاستقبال ومهاكبة مغاربة العالم خلال عملية مرحبة 2023 من أجل ذلك تم تخصيص واحد الميزانية قدرها 80 مليون درهم لتحسين البنية التحتية للميناء والخدمات المخصصة للمسافرين وكذلك تم توفيرها هذه السنة واحد الأسطل البحري لنقل 40 ألف مسافر و10 ألف سيارة يوميا ونقوم أيضا بالتعاون مع جميع المتدخلين والفاعلين تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن وذلك من أجل إنجاح عملية مرحبة 2023 وضمان عبور سليس عبر الميناء من أجل إنجاح عملية مرحبة لهذه السنة عبأت المؤسسة أكثر من 1400 شخص من أطر المؤسسة ومساعدات اجتماعية وأطباء وأطر شبهة طبية ومتطوعين للاستماع لمتطلبات المغاربة المقيمين بالميناء بالخارج إذن استمعنا إلى مجموعة من التفاصيل في هذا الروبرتاج وقفت على رقم معين الحديث عن 40 ألف مسافر يوميا سيارة يوميا في ميناء طنجلة المتوسط للمسافرين رقمها مهام جدا ويتطلب أن يكون هناك تكاتف لكل المجهودات الخاصة بالموارد البشرية من ديوانة من شرطة من موظفين داخل الميناء من أجل إنجاح هذه العملية رقم ليس بالسهل السلعي ساوي أعتقد بأن التجربة جعلت من هذا الشرايين ممرا مهما ومنفدا مهما بالنسبة للمغاربة المقيمة في الخارج تحدثنا عن طنجلة المتوسط وهو معلمة صراحة وحتى من ناحية الترطيب دوليا فطنجلة المتوسط أصبح من الأسماء اللامعة في مجال الموانئة الرابعة عالميا على الأقل رابعة وهذه شيء مساء والأول أفريقي المتوسط بدون نقاش فبالتالي أعتقد بأنه هذا طنجلة المتوسط عندك المطارات الأخرى عندك العمل الدؤوب الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن وتهيئ هذه العملية ليست بعملية يقوم بها المغالبة بين عشية وروحها هذا عمل طويل نقول بأن عندنا مهندسين عندنا مخططين عندنا كذا مساعدين اجتماعيين أطباء كلهم يشتغلون قبل قبل الأوان قبل شهر يونيو ليحضروا كل هذه الشروط ونظرنا في الصورة إلى فتيات مسؤولات من مؤسسة محمد الخامس جميلة جدا مساعدات اجتماعيات جميلة جدا ومبتسمات في وجه المغاربة الذين يقدمون إلى وطنهم فابتلي أعتقد بأن هذه كلها مؤشرات طيبة لكون أن العملية لم تكن مرتجلة في أي لحظة ويمكن أن نقول بأنه يوجد دول كثيرة حول العالم لديها مهاجرين بالملايين يفقون حتى عدد المهاجرين المغاربة ولكن لم نسمع قط أنه يتم تنظيم عملية متناسقة التي تتم بها عملية مرحبا ولكن أيضا استمعنا في التصريح للسيد الخماس مدير ميناء طنشر المتوسط للمسافرين وتحدث عن رصد ميزانية بقيمة 80 مليون درهم لتحديث البنى التحتية اليوم البنى التحتية شئنا أم أبينا تلعب دورا هاما جدا في تسهيل وتيسير عملية تنقل مغاربة العالم وصولا إلى المملكة المغربية إلى التراب الوطني سواء بحرا أو حتى جوا طنجل متوسط للمسافرين لا يمكن أن ننكر عمليات التحديث التي خضع عليها مثلا مطار طنجل عفوا مطار مراكش المنارة مطار محمد الخامس الذي يستقبل العدد الأكبر من العابرين جوا وصولا إلى المملكة البنى التحتية الاستثمار فيها أيضا كان من طرف المملكة يعني على قدم وساق وعلى مدى السنوات ولازالت الأمور تتطور في جدري لا بطبيعة الحال يمكن لكش تقول اليوم أنك تتسقل 1-3 ملايين المغارب المقيمة بالخارج ويأتي 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 في ضروف التي هي السليسة في واحد الراحة لهم في واحد مجموعة من الأمور التي هي مزيدة بدون تأهيل البيانات التحتية ديالك اليوم لا يجب أن تنسى وهذا أمر نحن في المملكة المغربية هو أن البيانات التحتية هي مفتوح من سنة 2000 إلى اليوم طرق السيارة الموانئ قطاع فائق السرعة الطرق السريعة محطة الطرقية لدينا مجموعة البيانات التحتية لأن لنضربوا بها عصافر متعددة أول حاجة تتخلينا أن مغربة العالم يمروا وحد ضريقة التي هي سهلة تستسهل وليس أبدا يعني من أوروبا نحو إفريقيا ومن أفريقيا نحو أوروبا تتخلينا مجموعة من المستمري الأجانب أنما يجوا عند المملكة المغربية هذه كلها أمور هي إيجابية وبالتالي اليوم كنت سمعو بقية 8 مليات الدرهم كستسمر في ميناء تنجا هذا يبقى أمر هو غادي في التجاه لأننا باش نحض نقوم بتحديث البنيات التحتية دينا في التجاه هذا أكثر من ذلك اليوم أصبح الحديث أكثر من أي وقت عن نفق يمكن أن يدام بين جرور إسبانيا وبين شمال المنكة المغربية هذا نفق عادت الدراسات أصبحت عادت الدراسات لقاء أخوان كارلوس مع الملك الحسن الثاني رحمه الله إلى هذا المشروع يعني شاف النور من نهاية العشرية سوف يغير من الملائع جنوب أفريقيا جنوب أوروبا مع شمال أفريقيا أظن بأن البنية التحتية هي بنيات مهمة أكثر من ذلك ووحد الأمر اليوم نحن نشوف الأثر دياله من أن المغرب يصبح بنيات التحتية في أول ألف ونهاية التسعينات كان مجموعة من الدول المحاكة ديالنا ومجموعة من الأرقصات تقول بأن ما هي أولوية عن الملكة المغربية ولكن اليوم تبين بأنك لو تريد أن تجلب مستثمرين أجاني أو تجلب الناس لأنهم يخصون لديك بنيات التحتية وبالتالي اليوم هذه بنيات التحتية المغرب التي تريد المغرب اليوم من طلق سريعة وموانئ ومطارات طلق سريعة قد تخلي المغرب اليوم أنها ثلاثة ملايين كيمروا بثلاثة في أوائل شهر يونيو وكيخرجوا معانيا يتخش في بداية شتنبر بكل أريحية وبكل أمور التي هي مزيدة بسبب اليوم حتى البنة التحتية اليوم هنا تحدث من موانئك فأنت تكون قادر على استقبال السفن بأحجام مختلفة هناك موانئ لا تستطيع استقبال السفن الكبيرة أو الضخمة بلكن اليوم بإمكانك استقبالها وأنت تعلم بأن هناك قلناها قبل قليل أربعين ألف يوميا يمرون فقط في ميناء طنجل المسافرين هذا أمر ليس باليسير أيضا مطارات حين يتم توسعتها فأنت تكون قادر على استقبال أكثر من رحلة في وقت وجيس لأن لديك مدارج معينة لديك قاعات وأيضا ربما ليس فقط مغاربة العالم ولكن تكون محطة الترانزيت على مستوى العالمي كما يحدث اليوم مثلا مع مطارات كاموراكش والدار البيضاء بالنسبة لدول أفريقية أفريقية فاس وفاس مثلا فهذا أمر إيجابي جدا اليوم أيضا في ذات الإطار ونحن نتحدث بعيدا عن البنى التحتية الموارد البشرية المؤهلة والتي تشمل كل القطاعات سواء حتى مؤسسات أمنية مثلا تابع القوات المسلحة الملكية المغربية رجال الجمارك ونساء الجمارك حين نتحدث عن موظفين الإداريين حين نتحدث عن كل من لهم احتكاك على مستوى الخارج أعتقد بأنه اليوم لدينا وعي تام بالقيمة لا أتحدث عن ما هو مادي ولكن أتحدث عن القيمة الرمزية التي يحملها هذا الوفاء والإخلاص للوطن بالمجيء إليه بالثقة فيما فيه من إمكانيات بالاستثمار فيه ولكن أيضا بوصل ما بين أجيال متلاحقة لرؤية وطنهم الأم إلى أين وصل كل من له طرف متداخل في هذه العملية أعتقد بأنه مسؤول وسفير لدولته لكي يكون يعني عند حسن الضن من أجل استقطاب هؤلاء الذين يأتون سنويا إلى المملكة يعني علينا أن نتذكر شيئا واحدا وأن الملك محمد السادس قبل هذه السنوات كان دائما تأكيد على أهمية الاهتمام بمغاربة العالم بضرورة تهيئ الظروف إنه لما يتكلم لما يلقي خطبة لما يقول كلمة فهي في حددتها تسيرا وإشارة ترسم سياسة عمومية يرسم سياسة على المغاربة أن يقوموا بها وأعتقد بأن المغاربة قاموا بما يجب فيما يتعلق بهذه القضايا والآن تحددتم عن البونة التحتية هذه السياسة قائمة الدات ولكن المغرب لا يقوم بها فقط من أجل مغاربة العالم يقوم بها من أجل تنمية الوطن المغربي من أجل رفعة مستوى العيش لدى المغاربة انظر إلى المسالك الموجودة الآن في كل المدن المغربية الرباط الدار البيضاء هي في طريق التطوير والتحسين طنجا كذلك فيها طنجا كبرى ثاني قطب اقتصادي فعلا من ناحية لأنه حوض للعمل للشغل فهو حوض خطير جدا بالمنطقة يعني المنطقة الحرة الموجودة في طنجا وقد أقول نفس الشيء بالنسبة لمناطق أخرى لأن المغرب بدأ يشتغل بمنطق الأقطاب صحيح الأقطاب يشتغل عليها لتكون هذا قطب خاص بالتكنولوجيا التواصل هذا قطب خاص بالصناعة الفلانية إلى أخره وهذا ما سيجعل من الاقتصاد المغربي واقتصادا قادرا أولا شفاف ولكن شذاب لأنه اقتصاد يدعو إلى الحضور إليه إلى المساهمة فيه وأعتقد بأن مغاربة العالم لن يكرهوا هذا التطور حيث أن تواجدهم في بلدان المهجر هي وتواجد موضوعي تواجد طبيعي إما ورثوا ورثوا هذا الوضع أو جاءوا إليه ولكن أعتقد بأن مغاربة العالم سيكون لهم ما سيكون من شأن في مستقبل هذا الوطن يساهمون بطريقة أو بأخرى في بناء مغرب الغد شئنا أم أبينا الزيارة تكون نعم لصلاة الرحم نعم لالتقاء بالأهل والخلان ولكنها أيضا فرصة قد تكون للاستثمار أو حتى للاستجمام صحيح لنفتح باب الاستجمام السياحة اليوم ما لدينا من منصات سياحية داخل المملكة المغربية إضافة إلى البناء التحتية التي تحدثنا عنها في المواصلات وفي غير ذلك هل هي كافية من أجل تلبية رغبات وتطلعات مغاربة العالم الذين يأتونك من وجهات سياحية أوروبية معروفة ويعرفون قيمة الخدمات ولكن يقارن هنا أيضا الأثمنة هل وصلنا لمرحلة قادرة على استيعاب هؤلاء دون مغالات دون تنفير على مستوى الجودة ولكن على مستوى الأثمنة أيضا لا أنا كنظن بأن اليوم العرض السياحي اللي عندنا في المملكة المغربية يبقى عرضا مستحسنا ممكنش نقوله أنه عرض اللي هو مزيان اللي هو واصل مستويات اللي قياسية مقاتل مع واحدة دول السياحية اللي كبرى كفانسو كإسبانيا وكتركيا وحد مجموعة من الدول ولكن يبقى عرضا اللي هو مزيان ولكن نقطة الضوء اللي عند العرض السياحي المغربي هو أنه عرض تنافسي لأن مني كنقارن الأسعار باليورو أو بالدولار في دول أخرى مني كنقارن وعالمك المغربية كيبقى هذا العرض هو عرض اللي يمزيان خصوصا أنه مغربة العالم لا يأتي فرادة وفي أغلب الأوقات يأتي عبارة عن أثار مركبات وفي أثار جيل ثلاث وبالتالي وعد السيد ليس أنه يمشي من راكش أو يمشي الأقادير يعني يخصوا على الأقل واحد غرفتين أو ثلاث غرفتين اليوم هذا العرض السياحي اللي عندنا بالأسعار اللي كان مفروع اليوم لمغايمة العالم يبقى عرضا مناسبا مع نساده وغيره وما زال بقى عندنا وحد جود خاصة القوم بيس وكل ما يتعلقون بتحسين جوالات الخدمات اليومان خدمت دياننا بقى فعل مستوى اللي هو مزيد وكني ممكن نحسنوها خلال السنوات القليلة المقبلة نظن بأن اليومان المغاربة العالم منك يجيون من المكان المغربية كما يجيون بأنه من أجل زيارات الأهل والأحباب ولكن كذلك هي فرصة لإستجمام وخوصة أن المغرب اليومان هو واحد المغربين هو متنوع صحيح ويستجيبوا المتطلبات للمغرب المقامين بالخارج وهناك مسؤوليات تلقى على وزارات أخرى صحيح لأن المغرب حين يأتي إلى وطنه لابد أن يكون هناك أنشطة موازية أيضا إلا كان هناك لدينا تراث عميق جدا كالتبوريدة مثلا حب ذال وكان هناك مواسم أليس كذلك مهرجانات فنية مهرجانات ثقافية معارض إلى غير ذلك هذه كلها عوامل جذب هناك نقطة مهمة جدا لن نتغاضى عنها وإن كنا قد خصصنا حيزا كبيرا بطريقة أو بأخرى للحديث عن المعابر البحرية التي يأتي منها مغربة العالم ولكن بنسبة 50 إلى 52 54% ما تبقى 45% تكع عبر المطارات وهنا ربما تكمن مسؤولية المسؤولين عن المطارات مكتب الوطن للمطارات هناك أيضا مسؤولية الشركات النقلة وعلى رأسها أكيد الشركة الوطنية الخطوط الملكية المغربية اليوم في إطار الأسعار في إطار ركود اقتصادي أثر على النقل الجوي بشكل كبير جدا ولكن هناك جاليات تريد أن تأتي ولقد تابعنا بإمعان المبادرة الملكية السامية والتوجيهات التي كانت وكلكم تتذكرون انطلقت عملية مرحبا وكان هناك توجيه لخفض الأسعار قبل سنتين وبالفعل تم ذلك وكانت هناك أسعار تفضيلية لأبناء الجارية المغربية وهو ما لم تقم به أي دولة من الدول الأخرى فكان استثناء مغربيا جميلا هل تعتقد اليوم بأن الأمر أيضا كما كان عليه الحال في الفترات الماضية أستاذ رسلعسا وفيما يخص النقل الجوي وتمكين المغاربة من زيارة وطنهم ولا تحدث عن مغاربة أوروبا خليج أمريكا كندا وغيرها من الدول أعتقد بأن الشركة الوطنية المغربية للطيران هي شركة دخلت منذ مدة في سياسة تنويع لمنتوجاتها العرض نعم فهذا هذا التنويع ماذا ماذا قامت به هذه الشركة توجهت لأفريقيا فأصبحت تبار البيضاء هي قطب الرحى بالنسبة لعدد من الدول الإفريقية التي تريد من يريد أن يسافر إلى أوروبا عليها أن يأتي إلى الدار البيضاء وبعدها ينتقل إلى دولة أوروبية أو أمريكية إلى آخره فهذا المسألة هي مسألة ماشي سهلة لكن أعتقد بأنه مسؤولين على هذه الشركة عليهم أن يقوموا بمجهودات أخرى فيما يتعلق بالتسعير لأن الإشكال المطروح لأن الشركة الشركة الوطنية والشركة الخطوط الملكية المغربية كانت لها مشكل كبير على مستوى التوازنات ولكنها قامت باتفاقية وقعتها مع الحكومة المغربية وتمت زويدها بكثير من الأموال حتى خرجت من الضائقة التي كانت تأتيش فيها الآن أعتقد بأنه هذه الشركة بدأت تنظر إلى المستقبل بتفاؤل أكبر تنظر إلى التفاؤل لماذا؟ لأنها أولا تتنقل نحو أفريقيا موقعت على مستوى خريطة الطيران العالمي شئنا أم أبي خاصة التفوق أفريقيا يعني لم يستقل تفوق أفريقي مهم ومعروف فعلها الآن لا يمكن أن تستمر في هذا البدخ بل عليها أن تنظر بعين من الرضا وبعين من الشفقة بالنسبة لمن يريد أن يحضر إلى المغرب وأن يتعامل من خلال أرض المغرب باستعماله للطائرات والطائرات المغربية أن تكون هي المفضلة لأبناء الجالية لمن يريد هي الأولوية أن تكون لها بكل صراحة أعتقد بأن عندها الإشكال الكبير لماذا المطروح هو واش هذه الشركة لها الإمكانية في أنها تخفض الأسعار إلى حد تنافسي يمكنها من أن تكون منافسة لشركة أخرى هذا السؤال يبقى مطروحا صراحة لأنه بعض الأتمناء في الشركة الوطنية صحيح وهناك شاهدنا الكثر من يتحدثون خاصة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ولكن تبقى دائما وأبدا حين نرى أن هناك حس مواطنات في التعامل مع مجموعة من المتغيرات خاصة كما قلنا في أزمة كورونا كانت الملكية المغربية حاضرة ومكنت المغاربة من الحضور إلى أرض وطنهم بأسعار تفضيلية ورغم أنها يعني في الختام هل يمكن أن نقول اليوم بأننا في ظل السياق الاقتصادي وفي ظل المتغيرات على مستوى القارة الأوروبية راحت ترتفع درجة حرارة هناك تساهم بأن يأتيك أبناء وطنك للاستجماع في المملكة المغربية في شريط ساحلي يصل إلى 3000 كم ونصف الراحة الاقتصادية التي حدثت وتعافي الاقتصادات ومعها أكيد تعافي نسب للدخار بالنسبة لأبناء الجالية كل هذا إنعكاسه على الاقتصاد الوطني ولكن هل يمكن أن يرفع العدد الذي سنستقبله هذه السنة بإذن الله لا بطبيعة الحال لأن اليوم الموجة التدخمية كيف ما قلنا قبيلا هي بدأت في الحصار منذ نهاية السنة الماضية وبالتالي اليوم القدرات اشترائية للمواطنين والمواطنين المغربة المقامين من الخارج ارتفعت نوع ما تخليهم أنهم يجون من المكة المغربية يطلعوا من الاستلاق وليما لحتى أن يمشوا في استثمارات تقيمة مظافلية عالية يجوزون في العقار في المقاهي في المطاعين واستثمارات أخرى في مجموعة من القطاعات أظن بأن اليوم إذا كانت السنة الماضية كانت ستنائية كنظن بأن هذه السنة سوف نواصل على نفس المثال لأن نرى اليوم العائدة للمغربة المقامين من الخارج هي في ارتفاع وبالتليمية الطبيعي ومن المتوقع أن كذلك أعداد المغربة في أرتفاعها خاصة أن عدنا مجموعة من اليوم كان عيد كبير في الدرفية في اليونيو هذه الأمور تخلي أن المغربة المقامين من الخارج أنهم يجيوا الزيارة للمملكة المغربية صحيح الكل يريد خاصة المناسبات الدينية تبقى استثنائية وما نساوش الحج الناس هل يريد الحج فهناك من يريد توديع أساره والأعراس الحفلات صحيح أمور كثيرة جدا على العموم أهلا بهم بين ظهرانين وقالئين الأم الذي يرعاهم ويحبهم ويبني أيضا مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم وأحفادهم أيضا في المستقبل لما لا هذا هو مغرب النمو والنماء واحد إشارة بسيطة تكون نهدر عليها مش الحال ولكن نقولها هي من بين المتداخلين نقولنا الموانئ والمطارات وهو الأبناء الأبناء الأخرى معنية في تعاملها مع أبناء الجالية المغربية في أمور كثيرة فنتمنى أيضا أن تكون الأبناء الموجودة داخل المملكة المغربية عند حصن الضن وأن تتعاون مع هؤلاء لأنهم ليس فقط كنز حقيقي مادة ولكن أيضا لا مادة شكرا لك سيدريس العساء والمحلس شكرا لحضورك معنا لإضاءاتك في هذه الحلقة شكرا موصول لك سي محمد جدري الخبير المالي والاقتصادي أيضا مرحبا شكرا جزيلا لك عودتك كانت ميمونة من مؤتمرات هناك في عمان شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة لكم أجمل تحية أينما كنتم إلى اللقاء اشتركوا في القناة